أحب أولاً أن أنبه أن الفقرة الثانية بعد هذا الانترو من البرنامج هيكون معايا فيها الكابتن جهات جريشا لتحليل الحالات التحكمية في مواجهة الأهل وفارقه أنا عارف أن حضراتكم أول حاجة عايزين تسمعواها هذا الأمر رأيك في التحكيم النهاردة رأيك في الكرة بتاعة بيرستاو رأيك إيه في حيات كتيرة حصلت التحكمية في مباراة اليوم بس بصراحة شديدة بصراحة شديدة يعني الوضع يزعل إيه اللي يزعل هقولك عشان بس برضو ما تاخدش الكلمة وتجري على طول أنا وأنا بتفرج على المباراة النهاردة حالات تحكمية جدلية كتير بشكل تلقائي افتكرت المباراة بتاعة الزمالي كوبرامد طاقم تحكيم يوناني لهذه المواجهة المواجهة الكبيرة المواجهة اللي شبع حاسمة على وقب الدوري بين فريقين بين نفسه على الصدارة الزمالي كوبرامد المباراة يا مؤمن ما فيهاش حالة جدلية واحدة نقدر نقعد نتناقش فيها دا كان معاي يومها الكابتن جاءت جريشا وقال له هم مفيش حالات بس ممكن نتكلم على الشكل والحاجات يعني بعيدة عن المباراة نفسه مفيش حالات طاقم تحكيم ما كانش فيه حالة في المباراة دا ببساطة جديدة عشان حكمنا المصريين المحترمين اللي دائما اؤكد على نزاهتهم يعني سيبك من القراءة المتعصبة وانت بتوجه الدوري فين وانت بتعمل ايه وانت قصد ايه من الكلام دا كل انا هفضل طول عمري طول عمري سواء اهل زمالك اسماعيلي الخطأ على الاهلي على الزمالك للزمالك للاهلي هفضل اقول نفس الجملة الحكام بتوعنا عندهم نزاهة بس برضو عندهم كثير من الاخطاء الفنية اللي ما ينفعش تحصل في دوري كبير زي الدوري المصري بصراحة شديدة ليه لما قرنت المباراتين وقرنت التوتر وقرنت الحالات التحكمية اللي تبدو طبيعية ومنطقية قلت لا احنا بعيد بصراحة شديدة يعني على فكرة انا بقول الكلام دا على مستوى برضو اللاعب والمداربين وخلافه بس احنا بعيد في التحكم وانا كنت قلت قبل كده وهكرر تانيش احنا في وضع دلوقتي في توتر المنافسة وتوتر سراع الهبوط ما ينفعش اخطاء تحكمية واضحة ما ينفعش اه طبيعي كل الحكام في العالم بيغلطوا الجملة الشهيرة بس في اخطاء تحكمية ما ينفعش تحصل في وجود الفار تعايف لو الاخطاء دي تحصل والفار مش موجود هقولك الحكم ما شافهاش الحكم ما قدرهاش كنا دايما نقول تأدير الحكم لكن دي ما فيهاش تأدير دي ما فيهاش تأدير والصراحة شديدة طبعا جميل النادي الاهلي تحديدا يعني هو حقيقة الامر اللقطة طاعة التسلل دي اتفق عليها جميل النادي الاهلي وغير جميل النادي الاهلي محالين تحكمين كلهم بس انا وقفت النهاردة عند حاجة هيلي نرفزتني وانا بفرج على المباراة نرفزتني جدا سرخت يعني وإيه ده تبتعمل ايه ازاي لعيب تنزيات طارق على ما اتذكر خد خبطة كبيرة في وشه اللي بتاعت الطرد بغض النهار اماليش دعوه برضو الطرد المستحق والانذار انا بحللش حالات تحكمية خد ضربة في وشه بتكمل اللعب وقف اللعب ان شاء الله هتدي لللي اتخبط انذار بس اتطمن عليه دي خبطة في الوش ده ده آلف بيه قانون وآلف بيه تحكيم انك سلامت اللعبين وخلافه وقف اللعب ده الجهاز الطب اللي النادي الاهلي نزل والمطش شغال لسه المباراة شغالة لسه كانت اللقطة مع محمد محمود بزيات طارق على ما اتذكر المباراة شغالة والجهاز الطب بيعالج اللعب عشان يلحقوا ينكزوا نزلين ينكزوا لتكون حالة خطيرة والحكم مكمل اللعب ازاي انا بقولك اللقطة دي استفزتني جدا انا فاهم ان انت اللي هيستفزك اكتر كمشجع للاهلي لقطة الجول اللي هي اما في النهاية ما خليتش العلي يكسب طبعا فالنقيا يعني والنتيجة والمنافسة وخلافه بس انا اللقطة بتكلم على يعني البدهيات يعني لو حكم في لعبي الضرف في وش وقف اللعب ان شاء الله لو فيه انفراد وقف اللعب لو فيه اللي بيحصل واحد ممكن يحصل له لقده الله حاجة خطيرة ازاي يعني احنا ازاي بعيد كده وبعدين فيه منافسة في الصدارة فيه صراع في الهبوط ما نركز شوية حبة كده معنا النهاردة هكلمكم بصراحة شديدة انا هفضفض معاكم انا النهاردة بعد ما شفت الشوت الاول من مبارات الاهلي وفاركو قلت لأ مفيش فائدة الاهلي صعب يرجع المنافسة الاهلي مش كويس وفيه غيابات كتيرة وفيه اداء فني مش جيد وفيه يعني فيه مشاكل فنية كتير وانا هو يتكلم بقى لحاجات المشاكل الفنية ونتكلم برضه شوية على السوارش ونتكلم بحاجات كتيرة قوي بس انا دلوقتي اول ما هتكلم عند الامور دي هاي حد بيفرج عليه يقول لي لما والاهلي كان ممكن يكسب النهاردة لو الجلدة حسب تلاقي نفسك داخل في حاجات يا جماعة ما هو الاهلي أصلا عنده مشاكل فنية يعني كده كده الاهلي عنده مشاكل فنية وبالمناسبة ما هي اللقطة دي لابل صالح فاركو هنطلع برضه ندايق ونقول ما هو حق فاركو حق إسماعيل حق مصر حق اتحاد حق زمالك حق برامد يا أخي ادي الحقه بس أنا عارف ان انت مش في نيتك وانا بص انا بصم بالعشر وده كلام يبقى ضد اللي الناس عايزة تسمعو بس انا بصم بالعشر انه ما فيش حكم بيتعمد بيتعمد الخطأ ما فيش بس برضه أنا آسف لو انت مش حريص لو انت ما عندكش المعلومات التحكمية الكافية لو انت مش مذاكر كويس لو انت مش جاهز فنيا وبدنيا يبقى الخطأ أسوأ منه يكون خطأ متعمد يعني يعني أمور ضغط وعصبية وتوتل ليه؟ المباركة هتخلص تعادل والأهل هيقول لك خلاص الأمور بالمنافسة هتبقى صعبة وفارقه هيقول لك انا رضيك وتعايز تعادل من الأهل وخلصنا بس كورة تبدو برضو مش هقول رأي جازم عشانا مش محلل تحكيم ومحبش أقول رأي حاسم وجازم في الأمور دي تبدو ان هدف صحيح للأهل تبدو اهو انا بأكد اهو كلامي عشان ما بحبش تاني ومش غير مبادئ في الكصة دي انا لا احلل ولا قراء في حاجات تحكيمية بس تبدو فقدم تبدو خلصنا يا عم خلصنا من الأزمات والمشاكل طيب ده على ذكر التحكيم ترجمة نانسي قنقر